براد بيت يحتفل بعيد ميلاده الستين وسط محطات زاخرة بالإنجازات فتعالوا لنستكشف بعض محطات نجم هاليوود سجل الممثل ومنتج الأفلام الأمريكي أول ظهور في السينما عام 1989 في فيلم الرعب كاتين كلاس فيما لعب دور نجم في سن المراهقة بفيلم أكروس داتراكس وفي عام 1991 لفت النجم الأمريكي الأنظارة رغم مشاركته بدور صغير في فيلم ثلما أند لويس للمخرج ريدلي سكوت نجم هاليوود نال أول بطولة مطلقة في فيلم The Dark Side of the Sun عام 1988 لكنه عرض عام 1997 التحول في حياة بيت الفنية كان في بداية 2001 حينما ظهر بشكل جديد في فيلم سباي جيم من إخراج توني سكوت بمشاركة النجم روبرت ريدفورد ليصبح من عمالقة نجوم هاليوود وينطلق بعدها في أفلام Ocean Eleven وتروي وإنجليرياس باستردس وفيري وغيرها أما على صعيد علاقته العاطفية كان أول زواج لبراد بيت من الممثلة جينيفر أنستون لكن لم يدم طويلاً وانتهى بالانفصال ليرتبط بعدها بالنجمة أنجلينا جولي وينجب منها ثلاثة أطفال إلا أنه أعلن عن انفصالهما عام 2016 نجاحات وإنجازات عديدة حققها نجم هاليوود كان أهمها فوزه بجائزتي أوسكار الأولى كأفضل منتج عن فيلم ييرزا سليف تويلف في 2014 والثانية كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم وونس أبون أتايم إن هاليوود عام 2022 أخبرونا في التعليقات ما في المبراد بيت المفضل لديكم؟ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر